لا لا هو ليس أسوأ وإنما هو في حالة تحسن يعني العراق كما تعرفون يعني هو كالمريض الذي يتشافه وإنما يعني وهو طبعا أنا أعتقد حتى أفضل حالا من ربما كثير من الدول باحتبار هؤلاء ربما وصلوا إلى القمة لكن هم الآن في حالة تراجع العراق اليوم في حالة تعافي في كل القطاعات وفي مجال إذا قلنا في مجال الزراعة أيضا في مجال الصناع اليوم في مشروع طريق التنمية وميناء الفاول كبير ستشرع الحكومات أيضا الحكومة هذه وبشروع استراتيجي إلى بناء مصانع وجملة من المصانع ومدن صناعية ستكون يعني رأسها سيكون في مدينة الفاو أو المدينة الصناعية الكبرى التي ستكون هناك بالتالي هذه ستنشط القطاعات لكن بنفس الوقت هي أيضا يعني بتفكير الحكومة لا بد من تحريك الأموال أو دفع الأموال لتحريك المشارح وهذا ما دعا يعني حتى رئيس الوزراء ذهب بشكل مباشر وبإشراف على المشاريع وأيضا شكل لجان وزارية واللجان الحكومية واللجان المحلية لمتابعة سير هذه المشاريع بالتالي هي هذه يمكن أن نقول أنه بالتدريج يمكن أن نتخلص يعني نحن في سنوات ربما وصل الجفاف إلى أن السنة المالح تضرب في البصرة وتدخل من البحر إلى البصرة اليوم بدأنا نتجاوز الأشياء شيئا شكرا